أستاذ إبراهيم عندنا مشكلة الناس متوقعة أن احنا نطلع نرد على البزاء بالبزاء ويبقى الحلع عبارة عن قصف جبهات وأيوة كده والديله وكلام ده القيدة الذي ألزم النادي الأهل به رجاله وهو القيد الأخلاقي قيد التقاليد قيد القيم يستغله البعض ضد النادي الأهل فلم يترك لنا إلا مساحة الشرعية والقانون واللغة الرقية وهنلتزم بيها مهما كلفنا هذا من جهد وتحمل لكن في الآخر المنطق ده اللي حيكسب في بلد تحترم القانون وفي بلد ترى أن المتحضر هو من يلجأ إلى الاسلوب المتحضر وفي الآخر سيلفظ الجميع المتجاوز الموسيقى المبتز محدش هيقبل هذا النموذج حتى لو البعض يتصوروا قد حقق بعض المكاسب لكن إحنا حنلتزم أستاذ إبراهيم بهذا المعيار ترجمة نانسي قنقر